موسيقى يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة ميسات في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم هي يومي بنتقابل كل اتنين وخميس على مدار ساعة ونص على الهواء مباشرة من الساعة واحدة لساعة اتنين ونص مساء أكيد بيساعدنا متابعتكم لينا الحقيقة دايما لأننا بنهتم بيكي أنت وكل أسرتك وطبعا حياتك العملية مهمة جدا لكل بنت لسه متخرجة أو بتدور على شغل الحلقة دي عشانك أنت قررنا نخصص فقرتنا الأولى لكل الناس اللي بتبدأ حياتها جديد وطبعا لأننا دايما بنقول أن الانطباع الأول بيدوم نروح لأهم حاجة بعد التخرج وهي الانترفيو الانترفيو حاجة مهمة جدا ومقابلة مهمة جدا جدا في حياة أي بنت أو سيدة يعني بتبقى عايزة لسه تشتغل فطبعا بتبدأ تفكر تعمل إيه؟ بداية خلينا نقول أن احنا نتكلم عن كل ما يخص الانترفيو والمقابلة العملية بشكل تفصيلي بداية من أول كتابة الـ CV وما في يعني الانترفيو إيه اللي ممكن نعمله في الانترفيو؟ نلبس إيه؟ نحط ميكا بعمل إزاي؟ نبدأ ندخل نقول إيه؟ كمان التأهيل المهاراتي بتاعك تعملي إيه قبل ما تروح الانترفيو؟ أسئلة كتير الحقيقة بتدور في أذهان البنات اللي بتبقى لسه متخرجة جديد وعايزة طبعا تقبل على شغل وبتبقى نفسها تشتغل والحقيقة بتخاف أن هي تروح الانترفيو لا تتلعسم كده في الكلام تتلجل كده في الكلام تبقى خايفة أن هي يعني ما تؤديش الأسئلة وتجاوب بشكل حلو وهي بتبقى مذكرة جدا وشطرة جدا بس يعني شوية ثقة بالنفس قليلة فممكن تأذي أن هي ما تقبلش في الوظيفة اللي هي كانت بتحلم بيها طب إحنا نعمل إيه؟ علشان يعني نكون كويسين في المقابلة والانترفيو ده موضوعنا اللي هنتكلم فيه النهاردة بشكل تفصيلي مع ضفنا اللي هيكون معانا أستاذ ماجد يوساب مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات هنتكلم طبعا بشكل تفصيلي عن الانترفيو وإزاي يعني نكون مؤهلين خلال المقابلة دي فقرتنا الأولى فقرتنا التانية ركن المطبخ زي ما إحنا متعودين وطبعا زي ما قلت إحنا خلاص تدينا الصيام كل سنة وحضراتكم طيبين أكلتنا كلها تكون صيامي وكمان اقتصادية جدا معانا النهاردة الشيف أبا نوب عادل هيعمل لنا أكلات مميزة جدا هنعمل النهاردة كباب حلة بالبطاطس والمشروم يعني إحنا متعودين المصطلحات بنحس شوية أن هي أفطاري لكن الحقيقة بتكون كلها صيامي واقتصادية جدا ومفيدة جدا كمان هنعرف طبعا مقدرها بشكل تفصيلي مع الشيف أبا نوب وكمان هنعمل حاجة جديدة قوي أو مصطلح جديد بنسمعه هو صلطة الكشري إيه هي صلطة الكشري مقدرها إيه بتتعامل إزاي؟ هنعرفها خلال ركن المطبخ بس خلونا نخرج في البداية مشاهدينا الفاصل ونرجع نبدأ أول فقراتنا خليكم معي مرحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا وخلينا نبدأ النهاردة أول فقراتنا وزي ما قلنا هنتكلم فيها عن مهارات المقابلة الشخصية في الشغل أو الانترفيو وزي ما قلت إنه أي بنت اللي لسنا متخرجة وبتدور على شغل الفقرة دي مهمة جدا جدا ليكي هنعرف تفاصيل كتيرة جدا نعملها وإحنا بنقدم في الانترفيو مع عضفنا اللي منورنا في الستوديو النهاردة أستاذ ماجد يوسيب مدير إدارة الموارد البشرية بإحدى الشركات برحب بحضرتك يا أستاذ ماجد أهلا بك ريني زي عبارك أهلا بحضرتك منورنا تعيشك كلك زوء يعني في البداية أي بنت بتحب دايما في الانترفيو أو نفسها إن هي تروح تقدم في مكانه أكيد ما تطرفتش المؤهلات بقى أو المهارات اللي قبل ما روح وأقدم في الانترفيو لازم أكون أمتلكها عشان أقدر أقدم في الانترفيو أول حاجة أول حاجة قبل أي مهارات نقول من فضلك من فضلك أرجوكم اقروا إعلان الوظيفة اقروا ديسكريبشن بتاع الوظيفة لأنه ببساطة جديدة لو أنا رايح عنوان ومش عارفه ومش عارف أوصله لكن لو أنا رايح عنوان وعارف أنا هركب إيه وهعمل إيه وهسوي إيه الوصفة بتاعة الطريق هتسهل علي حاجات كتيرة جدا يعني ماينفعش يكون المطلوب ديسكريبشن لمحاسب أو وصف لوظيفة المحاسب واروح أقدم على ستيور دي حاجة ودي حاجة ماينفعش يكون الوظيفة اللي أنا متقدم لها أو اللي أنا شفتها وظيفة مدير بكوليفيكيشن معينة وأنا لسه جينيور أو لسه حليس التخرج فأول حاجة قبل أي مهارة من فضلك اقرأ الوظيفة اقري الوظيفة اقري مواصفات اللي احنا طلبينها في الوظيفة في ضوء ده بقى بنقدر نشوف بنعمل ماتشن كده يوسو زريني ما بين الكتبين والـ HR من مواصفات وهل هو ينطبق علي ولا مينطبقش علي تمام المؤهلات الدراسية في المواصفات اللي هما كتبينها هل أنا حاصل عليها ولا غير حاصل عليها المؤهلات الشخصية اللي هما كتبينها في الوظيفة هل أنا يعني عملت تيست على نفسي فيه أحيانا شركات محترمة بنستخدم والسيكولوجيس تيست والسيكولوجيس تيست دي متاحة لكل الناس تقدر تعملها وتقدر تعرف قدراتك اللي تتنسب مع الوظيفة اللي ما تتنسبش مع الوظيفة جايز اللي أقوله بالنسبة لأفراد يكون صعبة شوية بس خلينا نقول المسألة ببساطة شوف والاحتياجات والنيتز اللي طلبها الوظيفة تنطبق عليك ولا نطبقش عليك تمام طيب هنعتبر إن دي أول نقطة يعني إحنا قبل ما نقدمها على الوظيفة لازم نشوف المواصفات اللي موجودة في الوظيفة بتنطبق علي ولا لا طب أنا عايزة أعمل ستيفي يعني أنا هارجع مع حضرتك للبداية خلص أنا قبل ما أقدم الوظيفة لأنه بيبقى فيه أخطاء في السي في ممكن تؤدي إن أنا يعني يرفضوني ممكن يكون أنا مش عاملة سي في كويس بس أنا مؤهلاتي كويسة بس أنا عاملاه بطريقة غلط نقول كده يعني كم نقطة كده للناس نعرفهم أخطاء السي في طيب هو مبدئيا لازم نعرف إن السي في هو عبارة عن الباسبور اللي حضرتك بتخش دولة الشغل واعتبرنا إن الحياة المهنية دي دولة فبنخشها الباسبور الباسبور الأول لازم يكون صح مكتوب فيه بيانات مظبوطة ما يكون فيه بيانات صادقة مش مجرد كلامه خلاص لأنه أحيانا واحدة من ضمن الأخطاء الشائعة في السي في إن أنا باخد استمبة من على الإنترنت وروح بس مغير اسمي وعنواني ورقم تليفوني وخلاص خلصنا طب ما هو الدسكريبشن أو الداتة اللي موجودة جوه السي في ممكن ما تمتلكش بصلة يعني ما لهاش علاقة خلاص أصلاً لا بمؤهلتك الدراسية ولا بقدرتك الشخصية ولا بأي حاجة خلاص وبعدين فيه استمبات كانت بقى معينة يعني أجيد أجيد السباحة وركوب ما لهاش علاقة أنت راجل هتوعد على الكمبيوت ما لهاش علاقة هتوعد على الكمبيوت بتشتغل محاسب إيه علاقتها بركوب مش هركبك خلف الشركة أكيد يعني فلازم أكون الـ سي في هو بيعبر عني لأنه ببساطة جديدة خد بالك أنت هتوعد مع HR متمرس في الشغلان فلما هيجي يسألك هيسألك من جوة الـ CV مش هيسألك من برا الـ CV يعني فكرة أن كيلو الرز فيه كم حباية الأسئلة الكونية دي مش وردة لكن الـ HR الـ professional هيسألك من جوة الـ CV فلازم تكون أنت عارف مكتوب إيه في الـ CV واحدة تانية من ضمن الأخطاء الشعب يعني أنا بخلي حد يكتب لي الـ CV وأخده زي ما هو كده وأروح أقدم لي دا دي استقافة المنتشر إنه مش إحنا اللي بنكتب الـ CV بالضبط كده حد صحبي حد صحبي شاطر في الأنجلش حبتين فيروح كاتب لي CV طب قريته لا ما قريتهش أنا قدمت بيه السلام وبعدين بقى يقعد يرشق الـ CV زي 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 الكروت بتاعت اللي بترشق في الأوتوباسات تك 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 على الشركات أنت ما أنتش عارف أنت بتقدم لي مين والشركة دي عبارة عن إيه وهل أنت مناسب للشغلانة أو مش مناسب للشغلانة فدي حاجة مهمة لازم تبقى أنت اللي كاتب في CV بتاعك أو على الأقل تبقى قاعد مع الشخص اللي هيكتبه لك وتبقى عارف كل كلمة بكتوبة لأن أنت هتتسائل في كل كلمة بكتوبة في CV بتاعك دي حاجة رقم اتنين الحاجة رقم ثلاثة لازم تبقى عارف خلي بالك في شركات بتطلب CV عربي وفي شركات بتطلب CV انجلش وفي شركات بتطلب فرنساوي وألماني على حسب الشركة فده معناه حاجة مهمة جدا أرجوك 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 أعرف عن الشركة اللي هتقدم لها بسبورك وبالتالي هتعرف اللغة اللي هم يفهموها فيبقى أنا باعة CV ألماني لشركة ألماني فأول انطباع هاخده كHR إن الرجل ده عارفنا كويس وهيسهل علينا حكايات كتيرة وكلام كتير فيطلع من الفيلترينج اللي بنعمله ويتحط كده في ايه في أول ستاف هنبدأ نعمل معاهم انترفيوهات حاجة تانية برضو أو حاجة تالتة أو ربعة من ضمن أشكال CV في أشكال كتيرة جدا أنا مش هختلف على الشكل ولكن هقول لك على كم ولحظة مهمة جدا مهم يكون فيه صورة في الـ CV وصورة الـ CV أرجوك أرجوك أرجوكي ما تخليش صورة الـ CV أو خلي صورة الـ CV على بيسين ولا على مصيف أو في فرح أو في فرح وأنا أقصص عشان خاطر ما عارفت اش هتصور لا خلي CV بتاعك برفيشنل يعني مهاء يعني شخص انت مفهوم انك شخص ايه مؤهل فلازم تكون حد مقدم الـ CV بتاعك بمهارة شديدة فأرجوك خلي الـ CV بصورة واضحة زي صورة وليكن مثلا الصفارة لو انت تعرف شكل صورة الصفارة عامل ازاي تاني حاجة مهم جدا بعد الـ CV بعد الصورة ارجوك اكتب بيانتك الشخصية احنا احيانا كتيرة جدا يا سوزة ريني بنبقى بيجينا CV هات كتيرة بنبقى مش عارفين نوصل لصاحبها ليه لانه كاتب تليفوناته وعنوانه والايميل بتاعه في مكان تحس انه يعني ملبسه طقيقة اخفة يعني في الاخر خالص طب لا ازهره اول حاجة خلي الـ data اللي اقدر اوصلك بيها او الـ contact number اللي اقدر اوصلك بيه يكون في الاول بحيث لو انا عجبني الـ qualification بتاعتك ابدأ بقى سهلة علي اتواصل معك وابناء عليه اقدر اوصلك طب احنا مش عايزين الكلام يخدنا في الـ CV لان احنا النهاردة فكرتنا عن الحقيقة موضوع كبير لكن النهاردة فكرتنا الاساسية عن الـ interview على اعتبار ان احنا عملنا CV مضبوط ويعني شفنا الشركة اللي احنا رايح لها دي عاملة ازاي ولقينا المواصفات كلها تنطبق علينا وابتدينا ان احنا خلاص رايحين الـ interview ابدأ ازاي اقاهل نفسي في اللبس للـ interview البس ايه كبنت اه واخد بي البنت او ولد لازم تكون formal لازم تكون formal لازم تكوني formal يعني ما ينفعش اروح الـ interview coaching ما ينفعش ما ينفعش اروح الـ interview بـ full make up ما ينفعش انا رايحة في مقابلة رسمية مقابلة رسمية يعني بلبس حاجة تليق بالمكان اللي انا رايحة اقابله او اتقابل فيه انا رايحة تقدم لشغل فلازم مظهاري الخارجي بيبين جديتي في العمل يعني انا لما شوف بنت او ولد الحقيقة مأفور اوي ومبالغ اوي في هيئته الشخصية بحس ان هو مش يعني مش بتاع شغل اوي والحقيقة والحقيقة انا بختار بتاع الشغل بختار الجاد بختار عندي مبدأ مهم جدا من ضمن الحاجات اللي بقياسها في الانترفيو الجدية في العمل والمبادرة هل هو لازم نروح لابسين فورمال الميكوب ان احنا كبنات بناخد فكرة ان احنا بقى نزود بقى ميكوب عشانه بقى حلوين كده يعني زود تحبيش عشان خطرة لا خالص خالص الحقيقة بيبقى لي رد فعل عكسي بيبقى لي رد فعل عكسي الحقيقة اللي انترفيو انت مش تاخدي بالك انه بيتم بسلاسة عادي جدا بس انت في الاخر خالص بترفضي بترفضي عشان اي عشان حاجة بسيطة زي انه يعني كان فيه اوفر اكتر في انك تهتمي يعني الطريقة الوسطى خلصت كثيرين يعني خلينا نقول يعني في النص كده اه في النص كده الدنيا تبقى لطيفة يعني يعني لا نروح غسلين وشنا ونزلين ولا نروح عطين كمية حاجات كتيرة اه ارجوكم يعني طب بالنسبة بقى انا بكمل بقى الشكلي لست يعني الاكسسورات ايه كنت لست الاكسسورات الاكسسورات بقى دي بيبقى عامل مهم جدا يا أستاذ ماجد عند البنات اه طبعا انا رايحة لبسة كذا فهلبس بقى في ايدي وفي رقبتي وحاجات دلقى يعني جولد يعني اعمل ايه انا مش هقولك ما تلبسيش لكن البسي باللي ما يخليش الرجل الانترديور اللي قاعد معاكي او البنوتة الانترديور اللي قاعدة معاكي تتروش باللي انت لبساه اه يعني لايت ايه ولقلق ايه وحلقان لحد الكتف كل شوية بقى لحد الكتف وكل شوية بيعمل عايزين بقى نبين يعني اللي شغل يعني طرفة بقى لا طبعا كل ما تكون المسألة بسيطة وهدية بتبقى جميلة في المظهر وبتدي انطباع انه شخص اللي جاي سواء كان شاب او بنوتة انه جاي اشتغل جاي جد صحيح مهتمة مظهري عشان خاطر مظهري من مظهر الشركة لكن خلي المسألة فيها سامبل كده هتقضي الغرض تمام خلاص انا واحدة كبنوتة رايحة يعني سامبل جدا بسيطة فليبسي وفورمال كامل وميكوب هادي وما فيش اكسسوارات مكعبلة والدنيا تمام بس انا رايحة اه شخرك على موضوع استلاحكة مكعبلة لان احنا بتشوف كتير يعني بتشوف كتير الحقيقة رايحة بقى متوترة جدا يا ساز ماجد انا عندي كمية قلق وتوتر مش طبيعية وحاسة ان انا بتراعش وحاسة ان انا كلامي في لجلجة وبتلعصم في الكلام لسه الاتشوار بيسألني وانا متوترة اعمل ايه عشان نسيطر على التوتر ده بسي هقولك حاجة فيسيولوجية وهقولك حاجة نفسية الجزء الفيسيولوجي التوتر ده بيجي نتيجة انه في فيه ازبة في الاكسوجين جوه في دمة نتيجة للتوتر فاكتر حاجة تساعد على انه تخفض التوتر اشرب مياه كتير بس ارجوك يعني قبل الانتفيو ممكن ايه يعني نخش التوالات كده نحصلح ميكاب وبعد كده اشرب مياه كتير اشرب مياه كتير ده بيخف شوية من التوتر وبعدين الجزء بقى الحاجة القصاد المياه انه ارجوك ابعد عن الكافيين خالص يعني بلاش قهوة بلاش شاي الحاجات دي برضو بترفع نسبة التوتر والقلق وبتساعدكش في انك تركز اوي زي ما انت على عكس ما الناس فهم يعني وبعدين خد بالك هو الانتفيو يعني اقصى انتفيو لما يطول قوي يعني 30 ديئة 45 ديئة يعني ده لما يطول قوي يعني الحاجة التانية الجزء بقى النفسي في الامر حضرتك لو فهمت الراجل ده وظيفته يعمل ايه هترتاح وهتقدر توصله اللي هو عايز يوصله من غير حكايات باختصار شديدة جدا ان الHR ايوان كان موقعه هو ميزان او حلقة او ميزان ما بين الشركة والتوظيف بمعنى ايه بمعنى هو ببسطة جديدة بيختار الشخص المناسب للمكان المناسب بس فهو عايز يسمع منك وعايز يسمع منك ان هو مناسب او انت مناسبة للوظيفة اللي انت متقدمة لها طب يعني عايزني اعمل ايه يعني اتكلم عن خد من ال job description او من ال description اللي موجود في الاعلان وتكلم لانه باختصار هو عايز كده يعني الحاجات والمتطلبات والشروط اللي هو عاوزها هو already بغشي خليه بتحان طب ما تيجي نعمل كده مثالي استاذ ميجر يعني مثلا نقول وظيفة مطلوب فيها كذا 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 وانا دخلة اقدم للانترفيو ده فعايز ااخد من كلام زي ما حدركم بتقول الكلام اللي هي المتطلبات بتاعت الوظيفة عشان اديها للHOR اعملي اقول ايه طيب خلينا نقول لو انتي مقدمة على مهندسة مثلا مهندسة ميكانيكا مهندسة كهرباء ايا كان مهندسة في ال description بتاعت المهندس او المهندسة فيه مؤهل الدراسي وفيه كم سنة خبرة وليكن مثلا هنفترض ان احنا عايزين حد خبرة experience سنة في مجال التصنيع انا هعمل فوكس على كتن هقول انا اشتغلت في الشركة الفلانية وكانت شغلانتي مطلوب مني اعمل مثلا خطة صيانة معمول اعمل خطة صيانة دورية خطة صيانة وقائية خطة صيانة طرقة وكنت بعمل فيها واحد اتنين تلاتة اربعة عشر انا الحقيقة لما اسمع اللي انا كاتبهو لك في الاعلان يعني لو انا قاعد حبة كده لا هتعدل لك انت بتفوقني بتفوقني بتخليني عايز انا بسمع اللي انا عايز اسمعه لكن لما تيجي تقولي اصلا انا رحت المكان الفلاني وقال لي مش عارف ايه وحكايات انا مش عايزة حد يضيع لي وقتي انا باختصار باختصار شديد جدا عايز اسمع منك اللي انا كاتبهو لك يعني انت عندك امتحان open book سهل قل لي انا عايز اعرف منك انت تعرف كذا وكذا وكذا ولا لأ لو انت شرحت لي وعملت فوكس عن حكاية دي تأكد منيون في المية ان انت الوظيفة دي بتاعتك طيب انا هرجع كده خطوة الوراء يعني نسيت اقولها هي فكرة واحنا داخلين بعد ما احنا لبسنا وتشيكنا والدنيا مظبوطة بالزبط وداخلين على الHR بنسلم بادينا ولا بنسلم بالكلام بس لا اسلم بادي طبعا هي خليني اقولك على حاجة هي مش دي النقطة المفصلية في القبول او عدم القبول يعني فكرة ان احنا داخلين فبنمدي ادينا على طول فالHR ممكن ياخد عننا انطباعه وفي ايه يعني ولا لا مساء الخير ونعد من غير لا خليني اقولك على حاجة هو لو انا الوظيفة برضو ارجع تاني لمتطلبات الوظيفة لو انا الوظيفة محتاج هو كاتب فيها شخص اجتماعي لازم اباينه ان انا اجتماعي بسلامي بكلامي بايماءاتي الكي بتاع قبولك المفتاح بتاع دخولك الشركة ان انا اكون قاري كويس جدا مواصفات الوظيفة لو انه مطلوب شخص اجتماعي لازم اباين ده بكل الطرق بس اكيد مش هقف يعني اقول اشعار وحاجات زي كده برضو خلينا في ايه الطريقة الوسطى خلصت كسرين برضو احنا ايه في المعقول بلاش نهزر كتير وليدي اماءات الدحك المتبذة على طول دي لانه ده طبعا بياخد علينا اه ده جاي يهرج مش جاي يشتغل حقيقة طيب انا عايز اروح لنقطة تانية في حالة لو انا قعدة في الانترفيو واتسألت سؤال انا مش عارف اجاوب عليه وعايزة اتصرب بسرعة بديهية كده عشان ما يبينش ان انا مش عارفة اجاوب عليه اعمل ايه هو مبدئيا الاخر بيرفشنل مش هيسأل اسئلة من الفضاء خالص اه بس فيه ساعات بنقابل كده اسئلة اللي هو لو معدية طريق ومش عارفة مين قدامك تغبطي ما تغبطي مين يعني اسئلة كده انا مش عارفة فقط انا من حقي كمرشح للوظيفة اقول له انا من فضلك وضح لي اكتر لانه احيانا احيانا الحقيقة في ناس واخدى نهج كده او منهج في الـ HR انها تسأل اسئلة عميقة جدا 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 عشان خاطر يكون ليها مرضود معين في حين ان الحاجات دي الجزء العميق ده ممش بيبان الا بسيكولوجيس تاست او انه يعني استخد يبالك من حاجة احنا عارفين ان القدامنا مش اكيد زكي انا عشان مضيعش وقت انا شخصيا ما عملش الكلام واكيد كل زمياننا المحترمين ما يعملوش برضو ما يسألوش الاسئلة التعجيزية يعني عمره ما هيسألك كيلو الرز فيك محباية يعني تعرف ايه من كيلو الرز فيك محباية ده لا ايا فكرة الاسئلة بتكون اسئلة يعني ايه خلينا نتحير او نفكر بشوف تفكيرنا برا استندوق يعني اسئلة شوية عميقة كده لو انت في الموقف الفلاني هتعملي ايه لو الشركة مثلا حصل فيها موقف كذا كذا انت هتتصرفي ازاي عشان يحطنا في الموقف نفسه فانا في بديه كده انا مش عارفة جاوب اقول حاجة تلقائية مني انا هعمل كده فعلا ولا افكر برا استندوق اجيب حاجة من الخيال خليني اقولك على حاجة اول اول فكرة تطرق في ذهنك لما تتسئل سؤال شوية من اسئلة العميقة دي اسأل نفسي سؤال هو بيسأل ده عشان ايه خليه بقى حديث ذاتي يحصل جوايا هو بيسأل السؤال ده عشان ايه لانه احيانا ممكن الاسئلة اللي من النوع ده بتتسئل عشان خاطر اقيس مهارات معينة زي مثلا المبادرة المبادرة دي اللي هي ايه انا مش عايز موظف سوري يعني في التعبير يجي يمضي حضور وانصراف ويبقى يعني ما يكونش يعني سوري انا متأسف يعني يكون برطة مثلا او حاجة لأ مش عايزه كده انا عايزه يبقى اكتف فاقول له واسا لو حصل حريقة في القسم الفلاني هتعمل ايه وانت عندك تقرير لازم تقدمه كمان ساعة لو قال لي انا مليش دعب المصدع وشركة وهاقف التقريب بتاعي اقول له طب شكرا كنتا خيرك انا مليش دعب التقريب بتاعي بش هزي بتاعتك انت دخلت مكان بقى بيتك دخلت مكان بقى شركتك نجاحك ونجاح وامان المكان من امانك طبعا فلو تقول له لا سيب الحريقة لا مش هسيب الحريقة طبعا يعني فيه برياريتي خلي عندك طول الوقت فيه اولويات فاول حاجة هتيجي في ذهني لازم اسأل نفسي سؤال هو الـ HR بيسألني السؤال ده عايزي إيس إيه وحاول خمن لما هعرف هو عايزي إيس إيه هعرف هو وصله الطريق اللي هو عاوزه ونعرف نجاوي صحيح طيب انا عايزة اروح مع حضرتك لنقطة مهمة جدا وسؤال بتسئل ساعات تتير في الانتربيو وهي عايزة مرتب كام البنت ترد بالمرتب اللي هي نفسها فيه أو اللي هي متخيلة أن هي تاخده ولو كمان بتبقى ساعات ما بنقولش كده في الانتربيو بتبقى في الابليكيشن وهي بتملى ابليكيشن تكتب هي السلري اللي هي عايزة أو المرتب اللي هي عايزة ولا ماينفعش أولا ما تكتبيش اللي نفسك فيه لأن نفسك فيه ما اعتقدش أن انت يعني هتحصولي عليه إلا بشروط ودي حكاية طويلة عريضة خالص لازم هنتكلم فيها بعدين لكن أنا بكتب بحط البوينت بتاعت مرتبك كام في الابليكيشن وبسأل السؤال ده عايز تاخد كام أو الاسبكتب سلري بتاعتك قد إيه بكتبها ليه أو بقولها ليه أنا باختصار شديد جداً عايز أعرف اللي متأدن في الوظيفة ده قادر يقيس أو يوزن نفسه في السوق ولا لأ عارف موقعه في السوق ولا لأ سوق العمل يعني عارف هو يساوي كام في سوق العمل ولا لأ لما تبقى عارف ودارس سوق العمل وعارف توزن نفسك في سوق العمل وتقول لي رقم قريب من الحقيقي أعرف أن انت مش جاي كده تقضي وقت وخلاص وإنك رجل بتفكر وإنك عندك أهداف لكن لو أنت ضربت مثلاً المرتب شغل أنا مرتبة 3-4-4-3 جنيه قلت لي أنا عايز 100 ألف جنيه أنا باختصار شديد جداً هقولك أوكي أنا موافق هديك المئة ألف جنيه جايز تستغرب بس هجاوبك بسرعة وقولك هتديني كام عشان هديك المئة ألف جنيه هديني كام كشركة فلازم إحنا عايزين نخلي شبابنا وبناتنا ورجالتنا أرجوكم إيس السوق أعرف إبتك أه طبعاً هرد لازم نرد لازم أرد أنت عارف تقيس نفسك ولأ صح يبقى مهم جداً نحنا نعرف يعني أنا كمهندسة السوق بتاعي إيه أو أنا يعني حطى نفسي في حتة إيه المرتب يعني ده مهم جداً والسوق خد بالك بيتوقف على أنا مؤهل بقد إيه يعني تأهيل الدراسي الكورسات اللي أخدتها الإكسبرينس اللي عندي المهارات اللي عندي كل دي ليها 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 ريت وبترفع من مرتبي فالإكسبرينس بتاعته سنة مزايا الاتنين مزايا الاتلاتة مزايا الاربعة وحليس التخرج مزايا اللي أخد لينت سيكسيجما وكورسات في التخصص أو في الوظيفة برضو بيرفع الريت فده المقصود بإنك تعرف إمتك في السوق إنت واخد إيه أو مؤهل عمل إزاي والمؤهلات دي بتقول إيه في السوق طب على ذكر الإكسبرينس أو الخبرة هحكي لحضرتك موقف الموقف ده بيتكرر كتير جدا هوا تكرر قدامي إن بنت متخرجة بتأدير كويس جدا وكل ما تروح تقدم في الشركة يقولوا لها إحنا عايزين خبرة عايزين إكسبرينس فآخر إنتربيو البنت ردت وقلت على الـ HR طب أنا أجيب خبرة منين أنا لسه حديث التخرج أجيب خبرة منين كل ما روح شركة ألاقي حد بيقولي أنا عايز خبرة طب أنا أجيبها منين موقف زي ده نعمل إيه؟ أقول لها أنت أصلا بتدوري في الطريق الغلط أنت بتدوري في الكاتجري بتاع الخبرة بتاع الإكسبرينس في حين إن فيه كاتجري تاني زيرو إكسبرينس أنا عايز حديث التخرج يعني خليني أقولك على حاجة مثلا أنا في شركتي الحالية بحتاج مهندسين ومهندسات حديث التخرج ومش عايزة إكسبرينس وأحيانا بحتاج سنة واحدة بس إكسبرينس في مجال التصنيع وبحتاج فنيين سواء ميكانيكا أو كهرباء وزيرو إكسبرينس أنا هعلمهم عندي فأنت بتدور أو بتدوري في السكة الغلط دور في الاتجاه أو في الوي اللي يتناسب مع قدراتك أو مؤاهلاتك اللي أنت حصل عليها لو أنا بدور في اتجاه المديرين وأنا أصلا ما اشتغلتش ولا وسنة مدير عمرك ما هتشتغل قاعد في البيت بشتشتغل مدير خالص وأنا هتشتغل أصلا لكن لو أنا قادر إيس نفسي هي الحكاية هنا يا سوزارينين قياسي النفسي بيريحني بيوفر علي وقت كتير جدا لو أنا حديث التخرج هدور في الاتجاه بتاع حديث التخرج وده ما أكترهم على فكرة شركات؟ أطبعا هدركت أصد دورات تدريبية لا شركات شركات لأنه أنا هقولك على حاجة يعني هنعتبره يعني صرا بس هنعلنه دلوقتي أنه فكرة أنا كشركة مختار حد zero experience بس عنده الqualification الدراسية لأنه ده هيوفر علي مرتب الضعف لأنه experience اللي هتبانها لها فلوس طبعا experience الخبرة لها فلوس وبعدين أنا عارف أنا عايز حديث التخرج عشان يعمل إيه يعني أنا دارس الوظيفة كويس ودارس احتياجاتها فعشان كده بعلن عليها بالكيفية دي ففي شركات كتير جدا تحتاج حديث التخرج أو رجوك دور في الاتجاه اللي يتناسب مع قدراتك ومؤهلاتك وكلامنا دي لكن ما نروحش أدور على رئيس مجلس دارة وأنا أصلا أنا لسه متخرج أنا لسه بالكرتونة بالسلوفانة خارج السنة اللي فاتت يعني طيب أنا بقى كبنوتة أو سيدة قمت وعملت الانتربيو على أكمل وجه وأنا بشي كده سلمت على الـ HR قلت له بشكرك جدا وهترده علي يا إمت ده صح أو لا غالب صح جدا صح صح جدا لأنه خلي بالك أو خلي بالكم يعني أنه زي ما أنت الـ HR بيدي جزء من وقته أنت كمان بتديله جزء من وقتك فمن حقك مش عيب وعلى فكرة لما الـ HR بيتسائل السؤال ده برضو مواشر للجدية أنا مش جاي رحلة يعني أنا مش جاي عديش وقتي زيادة وكتير راح يضيعه فبس جاست انتربيو فمن حق إن أنا أسأل أنا هترد علي يا إمت والوقت اللي هترد عليك فيه تقدر بعدها حتى كمان ممكن في نفس الجلسة تقول طيب فيه كل تك ترامبر أقدر أعمل فولو أب يعني ده طبيعي جدا ده برفشنل ده حاجة برفشنل ده طبيعي جدا ولازم ده حقك يعني ما تروحش حاسس إن نقلش أرضا في حياته أو موتك هو باختصار فيه جدا هو وسيط عايز يعين شخص مناسب في مكان مناسب بس طب إحنا لازم نسلم أو نختم بجمل معينة كده في الآخر يا أستاذ ماجد ولا خلاص يعني خلصت طب أقوم يعني نقول ما فيش خلصت أقوم دي خلصت ما فيش خلصت أقوم دي خلصت أقوم دي أنا راح أحلى يعني فهم بس مش كده خالص يعني لكن هي الفكرة إنه زي ما بدأت فورمل برضو تنهيها فورمل أنا بشكرك وبشكر وبشكر الشركة اللي هي عطتني الفرصة إن أنا أقدم فيها ويا سلام بقى لو أنت تختم حديثك بمعلومة أو اتنين كنت قارتهم عن الشركة قبل ما ده معناه أنه بيرفع بيرفع عن ريت بتاعك فأنا أعرفكو كويس وأعرف من المنتجكو كذا وبتعملو كذا وعندكم سطف محترم وعندكم سطف يشرف وأنا يشرفني جدا إن أنا أكون واحد من ضمن فريق العمل وأكون سعيدة إن أنا أتلقى منكم تليفون في أقرب وقت بش خلاص حلوة قوي كذا بش خلاص حلوة قوي كذا نحفظك بيرفع بش خلاص تخش كده تقوليهم اللي بقت شعور وتطلع كده انت داي الفون هو موضوع بسيط جدا جدا بس الحقيقة لأنه الناس أو الشباب احتياجها ضغط عليها فبيتوتروا تحقي لكن هي المسألة صدقوني بس هي احتياج الشغل لأن إحنا في الظروف صعبة جدا وفكرة إنه أي بنوتة أو سيدة أو حتى شاب اتخرجوا وعايزين يبدأوا على طول شغل عشان يعني هم خلاص بقوا مسؤولين من حاجة فهم عايزين يلاقوا عائد مادي فهي فكرة إن إحنا عايزين طول الوقت نقدم في حاجات كتير حتى لو مش مناسبة لنا بس الفكرة إن إحنا نلاقي عائد مادي نقدر نعيش به عايز أقول حاجة مهمة إنه وإنت في بداية حياتك العبلية ما تدورش قوي على البوزشن يعني أي باب يتفتح لك ادخل فيه لأنه ده يبقى في رصيدك للشغلانة اللي إنت عايز تشتغلها في المستقبل أو رصيدك في الكريم باث اللي إنت عايز تمشي يعني لكن لو أنا حد جالي يبقى له 30 سنة ما اشتغلش أي شغلانة عشان خاطر بس أنا منتظر الشغلانة بتاعتي اللي اتخرجت منها في الكلية لا مش اشغالك برضه طيب قبل ما نختم كده خلينا نروح لآخر نقطة على اعتبار ان احنا مثلا يعني ما توفقناش في الانتربيو ده وترفضنا وقات لنا مكالمة انه احنا اسفين جدا بنعتذر ويعني ما تمش قبلك في الوظيفة ازاي ده ما يقصرش على نفسيتي ويواعد في البيت بقى انا منهارة انا خلاص كده انا هفضل قاعدة في البيت مش هعرف اشتغل تاني وقدر اكمل فيما بعد لأ واكيد فيه فرص تانية يعني نقاط كده حضرتك تقولنا عليها ما تأثرش علينا فكرة الرفض دي بالسلم طيب خلينا اقولك على حاجة مهمة جدا لو انا لقدر الله حضرتكو في اي حد في حضرتكو جالوا تليفون رفض اولا انا اعرف ان التليفون ده من شخص من شركة محترمة لانه مش كتير بيعملوا بيدوا فيدباك خلاص الحاجة التانية انا من حقي في المكالمة او حتى لو انا اللي بدرت وسألت اتكلمت في تليفون الشركة وقلت له بدوني فيدباك عد بوقفي وكده لو انه تقال انه معلش احنا فيه إكسيكيوز ان احنا تستمر معنا او تشتغل معنا من حقي ان انا اسأل ليه سؤال ليه ده مهم جدا مهم في ايه مهم في الخطوة اللي جاي لما هعرف انا نقاط ضعف ايه واحد اثنين ثلاثة هو مكتوب في الهر كلاب ده في الابلكيشن في الريبورت بتاعت الهر اللي بيقدمها الهر مانجر يعني بقول ده يعني مسلا بيقول دولوا ترفضوا اهم وده الريبورت بتاعهم عشان كذا وكذا وكذا بالزبط كده ودول مقبولين نقدر نعملهم فيلترين فيلترين تاني وتالت عشان خطر كذا وكذا وكذا فهو مكتوب عنده اريدي فمن فضلك او من فضلك قولي له او اسألي انا انت ترفضت لي هيقولك عشان خطر واحد اثنين ثلاثة اربع عشر هنا تبدأ خطتك اللي جاي خطتك تعملي ايه الحاجات نقاط ضعفك اللي تقلتلك تبدأ تشتغلي عليها سواء كان كورسات خلاص انا هعمل سكاديول لنفسي خطة نفسي بلان لنفسي جدول لنفسي اخد كذا وكذا 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 بحيث لما اقدر اخش شركة ممثلة هكون دي نقطة قوة عندي في الوظيفة اللي انا مقدمها لها دي نقطة النقطة التانية خدي بالك او خد بالك انه قبولك او رفضك بالمناسبة اللي اتنين هي مش اخر المطاف انا ممكن تتقبل في الشركة بالزبط بس في وظيفة صغيرة فهتفضل بقاعد في الوظيفة الصغيرة اكيد لا فلازم بردو تطور نفسك اكيد ولازم تنجح وتخطي خطوة والتانية والتالتة فيها نجاحات لان كل واحدة من دول هي بتعلي ريتك في السوق وكمان بتقويك كمان على المستوى المهني فما تنزعكش خالص انا عارف انه ممكن تكون دي شركة احلامك اللي انت كنت عايز تشتغل فيها لكن مدام في فرصة فالله يقدر يوجد الف فرصة وفرصة بالطبع من يعني السوق مليان ومليان احتياجات ووظيف كتيرة جدا مطلوبة يعني الحقيقة الموضوع كبير جدا واعتقد انه الناس كتير استفادت بشكل كبير جدا لان احنا قدمنا كده نقاط مهمة ازاي نلبس ازاي نروح نقول ايه ازاي ما نتوترش ازاي نقدم مهاراتنا بشكل يعني دقيق علشان يقدروا يقبلونا في الوظيفة دي انا بشكرك جدا يا سيد ماجد حقيقة نورتنا واستفدنا من حضرتك جدا ويا رب كل البنات والسيدات اللي بيسمعونا دلوقتي يكونوا استفادوا وتقدموا كده وانتوا مؤهلين من غير الاجلاجة من غير يعني تلعصم في الكلام تكونوا قادرين على الوظيفة اللي انتوا رايحين ومبادرة كمان مننا ان احنا هنسيب رقم تليفون حد من التيم في واتس ااب مع الاعداد اللي يحب يبعى تلسيبه بتاعه كل سرور بشكرك جدا يا سيد ماجد نورتنا بشكرك حضرتك شكرا لحضرتك نورتنا حقيقة شكرك أستاذ ماجد يوساب مدير إدارة الموارد البشرية بأحدى الشركات بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك نورتنا شكرا جزيلا مشاهدين فقرتنا انتهت هالروح لفاصل ونرجع مع ركن المطبخ ومعينا النهاردة الشيف أبا نوب عادل هيعملنا أكلات مميزة جدا خليكم معي ورجعنا لحضرتكم بعد الفاصل وفقرتنا التانية ركن المطبخ ومعينا النهاردة منوارنا الشيف أبا نوب عادل براحب بيك يا شيف أبا نوب سيلا خيري الأخبار كل سنة وانت طيب طيبة وخير وإحنا ابتدينا خلاص السيوم وابتدينا بقى في الأكلات السيومي هنعمل إيه بقى النهاردة أكلات السيومي النهاردة هنعمل كباب حلة بس السيومي هنعمله بالبطاطس وهنعمل صلاتة كشري غريبة جدا أنا قلت حتى في الانترو يعني الغريب صلاتة كشري يعني عارفيني زي بس هنقرق معاك طبعا هنقول مقادير هنبدأ بكباب الحلة نقول مقادير وبعدها نقول الصلاتة عندي بطاطس كتع وعندي مشروم وبصل والطواب اللي بقى هستخدم عندي ملح وكمون وشوية توم وبابريكا وشوية المقادير بتاعت كباب الحلة طب البطاطس إحنا البطاطس دي مسلوقة لا لا مش مسلوقة آه دي متقطعة بس كن آه تمام طب يلا نبدأ هاخد اول حاجة شوية زيت طيب احنا المقادير كمان ظهرت معنا على الشاشة عشان نركز معاك كده خطوة خطوة طيب شوية ده الاثنين زيت ده زيت زيت آه تمام طيب اول حاجة هنزل ببصراية اكني بعمل كباب حلة عادي فين باللحن هنزل ببصراية حلوة مع الطحن تمام احنا مش مقطعينها صغير كبار سليل حلقات كبيرة هو هيدوب يعني انا عايز احس بتعم كل حاجة تمام طب مع مع البصلة هدلها شوية من الملح عشان تدبت بسرعة ايوه انا بقيت يا جماعة بقيت مذكر كتير اوي خلاص طيب عبال بعمل بصلة تاخد لون نقول مقادير السلطة عشان هنشتغل برضو فيه طيب يلا بينا صلطة الكشري هي مكرونة مسلوقة وعدس مسلوق وخص وعيش والدرسينج بتاعنا زيت زاتون وطوم وبردو البهارات بتاعتي ملح وكمون وبابريكا تمام اول حاجة انا هجيب بس ايه البصل عندي اول العش ده ايه برضو ده عش بلدي عادي انا هديله هديله تشويه حضرات يعني هو طاري لسه طاري اه مش نشت اه اول حاجة طبعا الكشري بيحب ايه ايه بيحب البصل بقى طبعا تمام بديله معلقة صغيرة من النشا اهو ومعلقة دي عشان يدي القرمشة بتاعته اه تمام يبقى معلقة ايه نشا ومعلقة ايه دي وديله كده ايه كفر كده للبصل ده اللي احنا بنعمله في الكشر العادي هو اكله كشري عادي اه البصل بتاع الكشر العادي ده اللي هو بقى مقرمش ده ايوا هو اه دي تركاية برضو مهمة في الكشري ما بنعرفش نخلي البصل اه دايما بيطلع شارب زيت وطري ما بيطلعش كده مقرمش خد التشريبة ما بيدلوش التعفيرة دي لازم نديله تعفيرة ايه اه نشا ايه ونشا هم هتديلو قرمشة خايف وانزل بهم ياخدوا كده ايه ياخدوا لهم نش حلوة تركاية النار هفضل اعلف ايه في البصل 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 بدأ يتكرم له وبردو عيني عالبصل ايه اللي بيتحمل مش عش الفاكرة كلها بصل فاكرة عالبصل هم عايض بقى عايض كتير هاوي دلوقتي طبع عشان مايبقاش بصل لوحده ننزل اه كدينا نحط عليها حاجة بسرعة شوية توم انزل بمعلاجة حلوة ايه من التوم تمام معلاجة حلوة كده من التوم هتدي بقى طعم وريحة دلوقتي حاجة حلوة جدا اوه عزين نفسي طبعا روايح التوم تلعت المفروض لحد مايبقى لون خالص لا لحد مايبقى شفاف شوية البصل ده لحد مايبقى لون اه ده لازم ياخد لون اه يعني وسل اللون شفاف كده هنزل بايه بمكعبات البطاطس ماش البطاطس ما بتاخدش وقت يعني انا مقطعها هيكتها صويرة شبه اللحمة ومش هتاخد وقت هتدي لها تشويحة وبعد كده ايه هسيبها بقى ايه تتسلق وتستوي مع نفسها يعني مش لازم نسلقها مسلا نص سلقة وكده اه انا عايزة تدخل مع الخضار اه عشان كمان ما تتهريش اه اه ماشي امام لحد كده الموضوع جميل وسريع وبسيط البطاطس عندنا في البيت بصل عندنا في البيت مشروم اكيد يعني كلنا بيبقى عندنا من وقت بداية الصوم واحنا بنكون عندنا ايه الحاجات الصيامي الاساسي دي في البيت لو عاوزين تبقى تدوع طعام اكتر ممكن نبديها نص قلية يعني بدل للسلقة نديها ايه نص قلية ماشي بس احنا بنعمل حاجة شوية هلسي 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 شوية ماشي خلي حاجة وحاجة حاجة حاجة علينا وحاجة علي ايه على صحتنا البصل بياخد كده عشان نطلع اللي هو البصل اللي بيكون على الكشري من فوق بنطلعه ناشف ازاي بنحطه على البصل نشا ودي نشا ودي صح كده؟ اه ونقلبهم كده في بعض وبعد كده ايه ننزل بقلية البصل ندي بقى ايه؟ المشروم بتاعنا انا عايزه بياخد طعم مع ايه؟ ده فريش صح كده؟ اه فريش باقينا الحاجة فريش بيبقى ليها طعم فريش احسن طبعا طبعا بقى الرواح بدأت ايه؟ بدأت تطلع والبصل عندي برضو شغال تمام؟ طب وهو كده ابدأ بقى اديله المعلقة من الديق طب معلقة الديق دي هتدي يعني للشربة اللي هتنزل تدي كده ايه تقل لكنها لا هتدي معلقة صغيرة او معلقتين الكمية بتاعتي ايه؟ تاخد معلقتين يبقى معلقتين ايه؟ ديق هنزل بقى ايه؟ شوية من الملح وشوية من الفلفل اللسوت طبعا الفلفل اللسوت حلو فاحنا ممكن يعني بدل ايه؟ بدل المرأة وهنزل ده مرأة فورية اه هبدي مكعب تمام؟ رشة من الكوزبران ناشف طبعا الاكل السيومي باشتغل بالتوابل توابل لازم تمام؟ عندي شوية بابريكا الحاجة الحلوة بقى رشة ارفة صغيرة اه هتدي بقى ها وهتدي ريحة مش طبعية تبقى حاجة حلوة وابدأ طبعا بقى الرواح هتبدأ تطلع مع البصل والتوم طبعا عايزين نقول نفكر احنا حطينا ايه في الحلة دي عشان نحطينا بقى حاجات كتيرة اعضر زيت زيت طبعا، وبعد كدا نزلنا بالبصل وبعدها نزلنا بالبطاطس والتوم والتوم فاصل التوم بعد كدا البطاطس والبطاطس ونزلنا بقى اه؟ بالمشرو بالمشرو والتوابل بتاعتي حطينا الاول معلقتين دي صغيرين تمام والتوابل البقى بتاعتي ملح ملح وفلفل اسود كسبانة ناشفة حطينا ايه تاني؟ كوركو ارفة وحطينا ايه؟ ملأة فورية تمام بابتدى كله يدخل ياخد من بعضه. والبصر خلاص بدأ يقرمش اهو. دخل في اللون. دازم دا يقرمش خالص. اه اكت. اكتني بعمل. بس دعنا ما نسيبوش بقى عشان يعني ايه? عشان مايتحرقش. مايتحرقش مننا اهو. تمام. وافضل طبعا رحة القرفة بقى مع التوابل. يعني عميل. اكيد كل حاجة ما بنحط فيها التوابل بتختلف. بتختلف طبعا. تمام? احنا هنخط المية وخلاص. بس جدا. اه. ده المفروض ان دا الكباب الحلة بكامها. كباب الحلة الصيام. الصيام. اه. بالبطاطس والمشروع. بالبطاطس وايه? والمشروع. تمام. اخد بقى المية. مية مغلية? مية مغلية. تغطي. كل درعتي. تمام? طبعا هي قاعدة ويتغلي بقى. هديها تقليبة. وما بتاخدش عشر دقيق على النار. على حسب البطاطس ما تستوي. اه. بس كده. يعني البطاطس اللي هي اللي بتاخد السوى شوية. والباقي كله تمام. الدنيا تمام. المشروع والتوابل بقى زي ما هي. والبصل بتاعنا. طبعا الاكلة دي ممكن تنفع برضو للضايت. اه. نقلل شوية. صحية. صحية جدا. نقلل البطاطس شوية. نقلل الزيت شوية. ونعمله بزيت زتون. ممكن. اه. هتفرق قوي يعني. شوية مية وخلاص. كده خبص. غطينا المية. يعني غطينا بيها المية. ها. تمام. هنستنى ايه. هنسيبها بعد استوي معنا. طبعا البصل خلاص ايه. بدأ اهو. يعني هستنى عليه سانيتين كمان. ماشي. احنا البصل عشان نقرمشه يا جماعة ركاية مهمة جدا. لازم نحط عليه. اه. اه. اتكف بتاعت البصل دي. احنا دايما بنعمله في البيت بيطلع طاري وشارب زيت. فاحنا لازم نحط ركاية ان احنا نحط دقيق. ونشا صح كده. صح كده. دقيق ونشا. بمقدار معين. معلقة ومعلقة. معلقة نشا ومعلقة دقيق كده ونقلب البصل فيها. وبعد كده ننزل. ننزل البصل في زيت غزير صح كده? زيت غزير ايه. حلوة. اه. صلطة الكشري بقى عادي وبرده تنفع. بس ايه ممكن نشيلي الماكارونا ونحط اي حاجة. انا عندي ماكارونا. اول حاجة. عندي كبات ماكارونا مسلوقة. مسلوقة. تمام? الخليط عنده كله مسلوق. تمام? عندي العتس. كبات عتس ايه? برضه مسلوق. ومحتوت له ايه معلقة تكمون وهو بيتسلق. تمام? عندي خاص. هنزل بيه شوية من الخاص. يبقى كل دي ايه? احنا لسه في الصلطة. تمام? تمام? ادي الصلطة هعمل الدريسنج بقى بتاع الصلطة. اللي هو هاديها الطعام. تمام? عندي بولة. تمام? هنزل بيها بفصته. ميش. لكنها ادق. بس اشوف البصل. اه اهم حاجة انتبع البصل. لا نرجعش في الاخر نلاقيه اتفحم من لنا وباز. لا وشكله كده خلاص يعني. حاسة كمان بتاكب بتاعت السوت. تمام? 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 احطها. اهو الصوت باين خلاص. صوت الارمشة. صوت الارمشة باين جدا. الارمشة دي بنعملها ازاي بنعملها بالمعلقة نشا ومعلقة دقيق. بالبصل قبل ما ننزل بيه. اهو. تمام? هنزل بقى عندي عيش معطاها برضو بمكعبات. هنزل برضو بيه. اخذ له. ممكن استخدم عيش شامي ممكن اي عيش. طب احنا لو احنا عايزين نعمل لطبق الصلطة ده احنا بنقول صلطة نعمله هلسي او اللي ضايق. نعمل ايه بقى? الفرن بقى? اه يعني البصل نحمره في الفرن. الفرن اه. والعيش في الفرن. البصل رشة كده بص هو اهو. شوية ملح. تمام. ونحطه في الفرن. والعيش كمان. والعيش برضو. تمام. انا حطت اه 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 فصل توم. هنزل بشوية من ايه? زيت الزاتون. تمام? نيس. ويه لو عندي شوية خل. احط شوية من الخل. هي دي اللي هتديها ايه? هكنات دقة بقى بتاعت ايه? بتاعت الكشر. وانزل بالتوابل. طب التوابل بتاعتي هستخدم ايه في التوابل? هستخدم عندي ملح. شوية ملح. تمام. تمام? عندي شوية كزبرة نشفة. ها كنتي بعمل دق. هنزل بقى بابريكا. حطي كده شوية حلو. تمام? عايزين نحط شوية من فلفلس والتمام. رشة صغيرة. تاني نقول الدريسنج بتاع الصلطة بتاعت الكوشن. اه. وعصرة لمون. عشان فيها كده كم حاجة كثيرة. تمام? بديها. نغص لمونها كمان. اه. اه. كل دي هنشوف بس العيش. نشوف العيش بتاعنا. ونقول لكم الريسنج بتاع الصلطة الكشري عبارة عن ايه? نشوف البطاطس. طبعا البطاطس بقى الحيت. تركيز الشيف ان احنا نشوف ده الاول ونشوف ده الاول مش احنا بقى في البيت بننسى مع حاجة ونرجع نشوف الحاجة دي هاد من ايه برضو. حلو وغامل. لكن انها ايه? انها شربة لحن عادي. اه. مش هقدر افرها. احنا دايما في الصيام كده بنبعزين نحاس ان احنا مصايمين. اه. تمام? هقول الدريسنج تاني انا حطيت اه. اه. معلقة فص توم. فص توم وعليه معلقة زيت زتون. تمام. وشوية من الخلب وعصر لامون. والطابل بتاعتي ملح كسبرة ناشفة وكمون. اه. وفلفل السودراشة صغيرة وشوية من البابركة. وروا فيه شطة ممكن احط شط. اه. 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 اعلب كده. تمام? اه. طبعا الكل ده بقى. خلاص مش عايزينه. شحتاجه. احنا تقريبا بنفنش. اه احنا خلاص. ده الدريسنج بتاع الصلطة. صلطة الكشري. اه. اللي احنا قلنا فيها مكارونا مسلوقة. وعتس بجبه مسلوق. عتس بجبه مسلوق. وده ايه خاص? خاص. خاص. خاص متقطع كده. اه. ولسه هنحط بقى الدريسنج وهنكمل بقى بالعيش اللي احنا دلوقتي بنحمره في الزيت. او بنقليه في الزيت عشان يطلع مقارمش كده. ابدأ. هنقلب بقى الصلطة بتاعيتنا. طبعا هو كشري كشري بس ايه. من غير صلصة بقى يعني من غير الناس النفسية تاكل كشري. ايه. او بس ما فيهوش رز. ما فيهوش رز وشعرية وما فيهوش صلصة. وشعرية. ما فيهوش مكارونا استكتتي يعني. اه. والصالصة. والصالصة. هي اهم حاجة الصالصة. احنا المصريين اللي حطينا الصالصة في الكشري. ممكن نحط شوية كده ايه. بصوا يا جماعة القرمشة بتاعت البصل. او بصوا. بصوا بقى القرمشة بتاعت. انا سمعت صوت. اه. اخد شوية كده. حاجة الناس كتير بتطلع منها البصل دايما يعني طاري. او بصوا بقرمشة هم بيتكسروا. ايوة. شوية هزين بيو وشوية جوة للصالط. تمام. الكشري مستخدمين. كشري اه. شوف. العيش بتاعنا. ممكن بقى نستخدم اي نوع عيش يعني مش لازم. لا يعيش عندنا في البيت عيش شامي اي نوع عيش. ممكن نعيش فينو على فكر. اه. ده بقى شغال بقى مع نفسه. خلاص البطاطس ده اخلت في السوا. اه. انت طبعا بتعارفها من غير ما تفضل كل شوية هزي بشوكة. اه. لان احنا كل ما بنكون بنعمل حاجة فيها ببطاطس لازم. نغرس كل البطاطسات الموجودة في الصينية. اه. ونبوص شكل الصيني. اه. بل ما بنتلعها بتكون خلاص اتهرتت. بقت بطاطس مهروسة. كده خلاص. ابدأ افنش السلطة. هنشوف بس العيش بتاعنا لحد ما يقرمش كبه. تمام. اوه اخد لونه. اوه اخد لونه. اوه اخد اللون اللي احنا تقريبا عاوزينه. بقى طلع دي هنا. ده اللي هنقدم فيه. هبدأ بقى الدرسينج اللي احنا عملنا ده. هنزل بيه فين على السلطة بتاعتي. واوه. طبعا ده بقى في الفاينة كلها. ده بقى في الخلاصة كلها. تولدي بتاعتنا الزيت الخل. اللمون. اوه. وابدأ ايه. ده اللي يدي طبعا من السلطة. ده اللي يدي طبعا من السلطة. ممكن ازود دبس رمان. اوه. بيبقى حلوة قوي. اوه. بيدي كده مزازة حلوة قوي. طبعا ريحته كمان تلعت بقى ريحت الخل مع الله. ده ريحة الكشري. الكشري كده. ايوه. انا بقى مستني العش. العش بدأنا مفوت ان احنا هنزين بالسلطة. حط شوية تحت وزين. وخلاص هو دقيقة كده. طب نقول كده تاني المأدير بتاعت السلطة. السلطة احنا هطينا في بولا الماكرونة. الماكرونة عندي مسلوقة. مسلوقة. وعدس بجب عادي مسلوقة. تمام. وحطيت عليه خاص. الدريسنج اللي انا عملته. البولا حط فيها عفاس ستوم. وزيت زاتون. وملح وكمون. وكسبرة ناشفة. رشها من الفلفل. شوية بابركة. لو فيه شطة تمام. شوية لامون وشوية خلط. علبت كل الكلام ده مع بعض. وايه. وزيته ببيه. ممكن ااخد الخلط دي. ادخلها التلاجة ايه. مسلا ساعة. فعلا. ويتشرب بين بعض. اه. تمام. وممكن ايه. اقدمها كده لو انا مستعجل. طب و ايه الفكرة ان احنا نحطها في التلاجة ايه تاخد الطعم بتاع كله يعني يكونوا كده تمام مع بعض. ماشي. نعمل كده احنا يعني ايه. يعني حتى في البيت والصيام دايما بيحب ان احنا طول الوقت عايزين ناكل. واحنا صايمين في عز الشتة دلوقتي يعني. انت لو ايه بنا اكل طول الوقت فاكلوا بقى براحتكو. كده خلاص. نطلع علي ايش بتاعنا اللي احنا حن نسموه يعني ايش البلدي ده برضو حلو جدا. احنا جماعة الارمشة. احمر كده وشكله حلو. ده ده يهم المكرمشات. او لا بجد الاصوات جميلة جدا. يعني احنا معملناش عليه حاجة احنا بس هحطناه زي ما هو كده. احنا بس هحطناه زي ما هو كده. نحط بقى عليه شوية ملح تيله شوية توابل. يعني قضي محطناش رشة اي حاجة. احنا على طول نزلنا به في الزيت فهو تانينا بس اخد اللون والارمشة بتاعته واطلع بالشكل ده. ايوا. اهو. هديله بس شوية ملح. احنا شوية ملح وممكن شوية ايه كوزبراناش. هديله الطعم بس. اهو. اه تدي كده طعمي كده. احنا عايزين شوية بابركة. احنا قوط شوية بابركة. قولنا الصيام بيحب التوابل. اه. يعني انتو بقى عايزة بالتوابل. يعني عشان لو التوابل كترت بتتمرر الاكل. احنا نحط كلمية. اتخلينا كده نحط اي حاجة احنا عندنا توابل كتير يعني ف. نحط. نعيش. سلطة الكشري يا جماعة. مش كشري. مش كشري. سلطة الكشري. انت قلت ايه الكشري الكذاب او زي الحمام الكذاب كده. اهو. بس بس يوم دايما منحب ايه نجود في الاسماء. هي سلطة كشري. طب ده ايه. ابدأ ازاين. ازاين بالعيش. والبصل كمان. الله. مفيش اسهل من كده. وما كملتش. ما كملناش. وتقريبا كل المقدير عندنا. المكارونا. والعاتس بجبة. والعيش. والبصل. والتوابل. والخاص. كل ده في البيت عندنا. اللي هو عملنا طبق كده. وصحي جدا. عايزين بقى زي ما قلت نعمل حاجة هيلسي قوي للناس اللي بتعمل ضايد. نحط العيش في الفرن. نحمصه في الفرن. ونحط البصل كمان اللي هو ده بعد ما نتبله كده. نحطه في الفرن ياخد تدبيله كده. وياخد لون. وارمشه ونطلع بالحاجة خلاص. بقت هيلسي. وده ينفع مع الناس اللي هي. يعني ما بتحبش تاكل كوشري. الناس اللي. اللي عاملة ضايد بس ايه. يشوفوا بقى يعني. يزبق اه زي ما انا ما قلت كده. الحاجات اللي فيها زيت. او كده حاجة حاسين ان هي. لا مش هتنفع. نعمل بدل لها. ناخد شوية البصل. بس البصل. مطلعينه من بدل ولسه ايه. نيشت. لسه مقرمش اهو. عط شوية كده في البصل. واو. الفنش الاخير برضه بيفتق. بدي كده شكل للطبق. مختلف عن الاس. ما هتبرش ان ده كشر خاص. كده خلاص. كده بس ايه. السهولة دي. كباب الحلة. هنشوفه. عشان ايه. نزبط بقى الطبق. معربنا. تماما. قدام بقى شوية كده. اسلم ايدك. هنشوف بقى كباب الحلة بتاعنا اللي هو احنا عاملينه بالبطاطس في المشروع. ونفكر بقى الناس عمل نزل. عشان الناس اللي فتحت كده فجأة لقت حاجات في الحلة فنفكر عملنا ايه. هنستخدم الشوكة. حسدته. اهو. ده انا بس هقولك ان البطاطس استاوت. اه ده هيوريني اه. وصيكم البول. استاوت ايه. اه كده خلاص. خلاص. سيبها بس تاخد غلوة. وايه وابدأ اقدمه. اه كباب الحلة سهل جدا. انا حطيت حلة على النار. وحطيت فيها شوية من الزيت. ونزلت ببصرية حلوة. اكني بعمل كباب حلة عادي خالص. بس بشيل اللحمة اوضيف ايه الادافات السيومي بتاعتي. حطيت الحلة وحطيت شوية من الزيت. ونزلت ببصرية حلوة كبيرة. اديتها رشة من الملح. اتخدت تطبيلة بتاعاتها ونزلت بفاص طون. وبعد كده حطيت بطاطسية كبيرة. انا مقطعها كيوبس صغيرة. والمشروم مقطعوا وحطوا. خدوا كده تشويحة مع بعض. نزلت ايه بالطابل بتاعتي. حطيت ملح وملأة فورية. عندك طابل لحمة ممكن تدي طعم اللحمة. حطيت كوزبرة نشفة. حطيت رشة من القرفة تديله طعم. حطيت ايه. كل اي طابل عند حركة ايه. القرفة دي اختياري. القرفة اختياري. عشان في ناس مش بتحب طعم القرفة. وبس وبعد كده اصبته اغلي. حطيت له مياه سخنة اصبته اغلي. وهبدأ ايه. اقدمه دلوقتي. هو خلاص. احنا صلطة الكشري دي ممكن نقدمها مع ايه غير. دي ممكن تقدم مع كشري اصلا. ايه ده فعلا. تقدم مع كشري بس ايه. الناس اللي من يحب الصلصة اوي. يعني دي ايه. والناس اللي عندها الكولون صعب والدنيا عندها صعبة في الصلصة والحاجات دي. هتبقى هتنفع حلوة جدي. حلوة اوي. الكباب الحل ده ينفع يتقدم مع رز او مكرونة. يعني هو ينفع رز ابيض. يعني رز بقى كده وطبق سلطة معاها وكده غدوة يعني تمام اوي. بدل مطبخ وبدل حاجات بالصلصة. سهلة اوي سراء. هبدأ ايه اقدم. احنا بنتكلم على فايدة المشرم والبصل والبطاطس. حطينا حاجات كتير كلها فايدة في الحلة عشان يعني نطلع بايه. بحاجة حلوة. كده خلاص الاستوى صح? نا خلاص. ده كده. ده كده. ده كده. ناخد. اما حاجة البطاطس تكون استوى. هي دي التركاية في الموضوع. لان المفروض ان المشروم يعني ايه ما ياخدش سوا اوي. نا المشروم عادي ما ياخدش سوا خرص. طبعا بقى. يعني انا عايز اعليكي الصص. تقيل. او. من. معلقتين دي. معلقتين دي ايه. حطناهم بسطة عشان تبدي كده تقلل الصص بتاع. ابدأ. الطبق بتاعنا. اقدم. شكله حلوة اوي. جدعين بقى فرقوا ده سيومي اللافتوري. زي ما قلنا ننفع نقدمه مع رزة ابيض عادي بالشعرية او مكارونا. اه. وطبق صلطة ويعني غدوة كده ايه. وما كلف اتنيش. يعني. بالضبط انا بتكلم فكرة ان احنا بنتكلم في حاجة اقتصادية. بطاطس عندنا في البيت. بصل في البيت. توابل في البيت. ماشروم في البيت. يعني كلها. والماشروم برضو يعني تقريبا. السيام اه. مع بداية السيام بننزل نجيب شوية حاجات كده هو من ضمنهم الماشروم. ابدأ كده. وكله استوا ما خناش وقت. يعني اي حد مستعجل هيعملها في البيت عادي. احنا عاملين على الهوة يا جماعة. ماكملناش نص ساعة لسنا. كمية برضو. يعني ايه الفكرة كلها كمان كمية. بطاطساية. اه دي بطاطساية. بطاطساية. طبعا السوس ده بقى. كذا فرد ممكن يكله في نفس الكمية دي فالموضوع يعني ايه مش مكلف خالص. السوس شكله حلوة قوي لان المعلقتين الدقيق دول فعلا دوله كده قوام مثالي. اه. حسنا ان احنا بنشرب حاجه كده تقيل عليها الايمة يعني. تعالى بقول لنا كده عملنا ايه تاني فكر الناس. كده. كده خلصنا. لا خلي الطبق زي ما كان بالطول. اه. تمام كده بس عربهم شوية. ايوه. لا قدام. ايوه. يلا نقول عملنا ايه بقى تاني. احنا كده خلصنا خلاص. خلصنا خلاص. يعني فيش اسهل من كده عملنا ايه. كله على هوا. على هوا اه احنا ما عملنا ايه حاجه جاهزة. الحاجه استوت. الحاجه يعني جهزت على الهوا. اتزوقت على الهوا. فالموضوع سهل جدا وسريع واقتصادي جدا. كل الحاجات اللي عملنا بيها. والمقادير اللي عملنا بيها الشيف عمل بيها النهار ده. كلها موجودة عندنا في البيت. عملنا ايه بقى شيف عمله. نبدأ بكباب الحلة. انا حطيت حلة على النار. حطيت فيها شوية من الزيت. اه ونزلت ببصلاية حلوة كبيرة. وبعدها نزلت بفاص طوم. خده تشويحها. نزلت بالبطاطس. مكعبات ولا مسلوقة ولا ممكن احمرها. يعني ممكن ادي لها تحميرة وهنزله. وبعد كده نزلت بالمشو. ومعلقتين دي. عشان ايه يدي الصوس كده ايه تقل. وبعد كده اي تعويل عند حضرتك بقى ملح وكزبرة نشفة. حطيت شوية قرفة. هيديه طعم. تعويل اللحمة. مرأة خضار مرأة. اللي انتم عايزين. وحطينا مية صخنة. وبعد كده نزلت بايه بالميية صخنة غطيتها. لحد ما ايه. مالبطاطس حيث تشتويت معي وتقدمت. بتتقدم مع رز. ومع ماكرونة اي حاج. اه صلط كشري. ماكرونة سلقتها عادي. والادس سلقته عادي برضو. ومع رشة كمون صغيرة. اه. وحطيتهم. خلطيتهم مع بعض مع الخص. والدريسنج بقى. اه. طبعا حمرت بقى البصل. وحمرت العيش. اه اه. الدريسنج بتاعي. فصل توم وشوية من زيت الزاتون ملح وكمون كسبرة نشفة لمون وخل وبس خلطت كل ده مع بعض ووضفته على الصوت سهل جدا وسريع قوي يعني سريع جدا في الصيام طبعا عايزة منك شوية أفكار كده شيف أبا نوب للولاد اللي هم بيروحوا المدرسة وإحنا في الصيام وفيه ولاد بتحب بتصوموا الصيام من أوله وفيه أهالي بتشجع بده وده حاجة حلوة قوي فنكود معنا إيه في اللانش بوكس أو المدرسة ناكله بشكل سريع ويكون صحي كمين كنا عملنا قبل كده كنا عملنا حاجات قبل كده هنا بالبطاطس محمرة يعني عملنا ممكن نستخدم يعني حاجة زي شاورمة الصيامي دي البطاطس محمرة مع شوية بصل مع شوية فلفل ألوان فلفل ألوان صحي جدا شيل البصل عشان ممكن عشان الناس تقولك البصل وفي المدرسة يعني لو عملنا كده شوية بطاطس محمرة مع فلفل ألوان حطناهم مثلا في اللانش بوكس مع عيش هتبقى حلوة جدا مع العيش السوري نعمل عيش السوري في البيت أو عيش التوتية دي أعمل كل الكلام ده في البيت ونديلهم في اللانش بوكس هيبقى حلوة جدا البطاطس المحروسة برضو ممكن أستخدمها كذا استخدام أعمل منها بانية ممكن أعمل منها كفتة العدسة بوجبة ده ممكن أديلهم بصل كده في الكبة وشوية توابل وأكلهم كفتة وحمرهم كأنها كفتة وأودعلهم أو تدخل الفرن كذا كذا فكرة يعني مش بقف عند حاجة معينة طب إحنا عايزين نقول كده نجمع شوية أفكار كده سريعة لأكلات ممكن نحطها في الفريزر نقدر نستخدمها بشكل سريع نطلع كده ونستخدم لأن إحنا في توقيت الدراسة وتوقيت الشغل لماما وبتيكي عايزة تعمل حاجات يعني سريعة وإحنا في الصيام بنستسل طبعا القلي البطاطس والحاجات الفول والحاجات دي وفيه يعني ولاد بتزهق فهي عايزة شوية تجديد ممكن نعمل إيه كده ممكن نعمل نقول مثلا بني سيومي إحنا بنجيب البطاطس العادية بطاطس مسلوة أنا مسلوة كويس جدا وفي الكبة ببدأ كده أخلطها مع بصراية حلوة كبيرة ممكن فلفل ألوان برضو يزود القيمة الغذائية بحط اشتماطم الطاول بقى بتاعته فيه مرأة فورية بتتبع باستخدمها ملح وكزبرة نشفة ورشة فلفل سود الحاجات دي ممكن أدي بقى إيه اللون مثلا عندي لون صحي مثلا اللوان اللي بتتبع عادي أدي لون أصفر أدي لون أحمر لون اللحمة يعني إيه أكني حاجة فطارية أنا بعملها وأبدأ بكده أطلحها وأحط لها دي وبدل بقى البيت بحط مية يعني بديقه مية وبقسمات فيجيتار دي ممكن تتاخد تتخزن على طول تتحطي برضو في الفرن أو إيه تنزل في زيت أكنه بني عادي بس إيه بس سيومي ممكن أستخدم فول السوية بس فول السوية مش صحي جدا يعني لو قطرت منه مش هيبقى صحي جدا لكن لو خلتوا مرة مثلا في الشهر عادي مرة في الأسبوع ماشي بس دي ينفع يتحط في الفريزر نعمله بأشكال معينة بس حووشي كفتة عصاج ممكن يعني برضو بديله لازم عشان الشغل بي لازم أديله مية سخنة كوباية فول السوية بدينا كوباية مية سخنة هو بلاقيه نفش معي يعني الفولة كده ألاقيها إيه نفشت معي بديلها كده تشويحها مع بصلايا حلوة وفلفل برضو وفلفل أغدر وطمط مية ويبقى عصاج ممكن بقى أحطه أحطه مع مكارونا ينفع مكارونا بشاميل سيامي أحطه مع جلاش سيامي رؤاء سيامي كل ده ينفع برضو أديله برضو في الكبة برضو برضو وبعد ما حطت له المية السخنة مع بصلايا حلوة كبيرة أعمل كفتة سيامي ممكن مع البطاطس المسلوقة أعمل صنف أعمل صنف معي تاني بالضبط فهو أصحات كتير بقى يعني تحية السيامي محتاج إبداع شوية وحاجات سريعة كده عشان زي ما قلت تسهل على الأمهات النهاردة عملنا كباب حلة بالبطاطس والمشروب وعملنا صلطة الكشري مع الشيف أبانوب عادنا بشكرك جدا يا شيف أبانوب نورتنا وكل سنة وانت تعيش شكرا جدا وعالف أنا وشيف ربنا يخليك شكرا لك مشاهدينا فقرتنا انتهت وبفكر حضراتكو إن الحلقة كاملة على صفحة هي ومي على الفيسبوك ولو حبين تتواصلوا معانا بأي أفكار إبداعية أو أكلات جديدة الإعدادة هيتم التواصل معاكم على طول بشكل مباشر عن طريق صفحة هي ومي على الفيسبوك بشكركم شكرا جزيلا وأشوفكم يوم الاتنين الجاي وحلقة جديدة وهي ومي إلى أنت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة